كمان على ذكر المنتخب المصري كلنا عارفين ان كروش زي ما قلت لحضراتكم انه هو كان مدي اجازة النهاردة ومن بكرة هبقى فيه الدخول في المعسكر المغلق طبعا عشان يفصل او عشان يبقى برضو فرصة اللي عايبين تاخد نفسهم في ممكن طبعا من الكريسماس او من سنة لسنة فمن بكرة هنبدأ الاستعداد طبعا الدقيق او الاستعداد المغلق زي ما نقدر نسميه او المعسكر كمان زي ما انتحداكم عندما من المحترفين تبقى الامور مختلفة خاصة ان هيبقى فيه كمان او منتشر في العالم دلوقتي موجد اللي هي متحور كورونا اللي هو اسمه اوميكرون فده كمان هيبقى فيه نوع من الالة انت ما عندكش سعداد تخسر اي ان شاء الله لعيب من اللي عبتنا ان شاء الله رب نحافظ عليهم ودايما يكونوا محطوطين كده في كابسولة وإن كن احنا نجحنا في ده قبل كده كذا مرة قبل ما نسافر للكاميرو اليوم الجمعة زي ما قلت لحضراتكم وكمان مستر كيروش قال ان بكرة هيكون فيه فقرة كده مخصصة ربع ساعة تلت ساعة عشان مؤتمر صحفي يقدر يرد فيها على كل التساؤلات من الصحفيين والكلام الكتير قبل بقى ما يقفل تماما ويبدأ اشتغل بقى الشغل الفني وهيبتدي بقى يمكن يكون فيه بقى الامور اللي هي علاقة بالفيديوهات فيه بقى خلاص ورشة عمل زي ما بيقولوا دايما الاسعادات لبطولة افريقيا دي تبقى محتاجة سنرهات كتيرة اول مرة بقى اللعبين بالقاعدة الكبيرة بقى لنا فترة مشوفش بقى له فترة مشوفش اللعيب المحترفين دي كلها برضو من امور ان شاء الله انها تساعدوا مع كمان وصول لعبتنا المحترفين المؤتمر هيكون الساعة عشرة ونص صباحا باحد الفنادق في التجمع الخامس وزي ما قلت لكم هيبقى الربع ساعة الاولى قبل التدريب هكون فيها المؤتمر الصحفي ان شاء الله والساعة اربعة ونص هيكون معاد التمرين على الملعب الرئيسي لاستياد القهر شكرا